ومعنى هذه الآيات فربنا يقول في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ربنا أي الحق سبحانه وتعالى المتعهد بالربوبية ربنا الله الله سبحانه وتعالى المتفرد بالألوهية فالاستقامة يا سادة الاستقامة هي لزوم الطاعة لزوم الطاعة والاعتمار بما أمرك الله سبحانه وتعالى به والبعد عما انهاك الحق سبحانه وتعالى عنه يعني لزوم الطاعة والاعتمار بما أمرك الله سبحانه وتعالى به والبعد عما انهاك الحق سبحانه وتعالى ولذلك ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تعالوا نقفوا في قطف القرآن لنقطف من بحر القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أورد العلامة الكرطبي في تفسيره حاكيا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الخبر ذكره العلامة الكرطبي في تفسير أن هذه الآيات قد نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لكن لها سبب بمعنى حينما قال المشركون لسيدنا أبو بكر الصديق ربنا الله قالوا الله ربنا وملائكته بناته وهم سيشفعون لنا فقال سيدنا أبو بكر الصديق الله واحد لا إله غيره لا شريك له الله واحد لا شريك له ومحمد عبده ورسوله فاستقاموا فنزلت هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومن هذه الآيات نسير حول ثمرات هذه الاستقامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر